في أحد الثانويات كان هناك مدرس مادة العلوم وانت ما شاء الله استاذ زين متخصص في الجانب العلمي في الفيزياء فكان هذا المعلم لاحظ أحد طلابه يحب موضوع الاهتمام بالحركة وحركة الأجساد وحرارة الأجساد وتغير يعني تغيرات التي تحدث في الشام حوله ودى يفهمها فانتبه المعلم بدأ يشجع هذا الطالب أوجد عنده حب المعرفة وحب الاستمرار في حب الاطلاع لأن حب الاطلاع فطرة عند الإنسان إذا وجد من يغذيها سينفتح المشروع فنقل هذا الطالب من طالب يتلقى معلومة جاء يعني معلومة جافة بدون أي شيء ليست معوحية إلى أن أصبح هذا الطالب يصل إلى مدى أبعد في فهم هذه المادة المادة العلوم وبدأ يبحث في بعض الجوانب بدأ يدخل في منافسات محلية إلى أن وصل في منافسة دولية ويأخذ عليها جوائز من أين أتى هذا حينما استطاع ونجح المعلم أن يوجد مع الجانب المعرفي التلقيني الجانب الوجداني أحب الطالب أحب الطالب هذه الوجدانيات التي كانت المعلم يبثها فيه ترجمة نانسي قنقر